سلام عليكم في الفيديو السابق توصلنا إلى أن تحلو الدم عامل بيولوجي تابت أي أنه محصور دائما بين 0.8 و 1.9 جرام اللتر وتوصلنا كذلك إلى أن الجسم يتحكم في تنظيم تحلو الدم بواسطة بعض الأعضاء في هذا الفيديو سوف نقوم بدراسة الأعضاء المسؤولة عن تبات تحلو الدم وسننطلق بتحديد علاقة الكبد بتحلو الدم وذلك اعتمادا على نتائج تجربتين تجربة استئصال الكبد وتجربة الكبد المغسولة في التجربة الأولى سوف نقوم بتتبع تغير تحلو الدم لدى حيوان قبل وبعد استئصال الكبد قبل استئصال الكبد نلاحظ أن تحلو الدم لديه تابت في القيمة 1.1 جرام اللتر ولكن مباشرة بعد الاستئصال تتسارع ضربات القلب وتنخفض درجة الحرارة عند هذا الحيوان ثم تبدأ قيمة تحلو الدم في الانخفاض إلى أن تصل 0.3 جرام اللتر ويكون هذا الانخفاض مصحوبا بمجموعة من الاضطرابات أهمها تزايد وطيرة تنفسه إضافة إلى ارتفاع الحمى لديه ضعفه الكبير ودخوله في غيبوبة الشيء الذي يؤدي به في نهاية المطاف إلى الموت ممكن نخص هذه الملاحظة ديالنا على الشكل التالي قبل استئصال الكبد تبات نسبة تحلو الدم في القيمة 1.1 جرام اللتر وبعد استئصال الكبد عرفت هذه التابتة انخفاضا تدريجيا مصحوبا باضطرابات تنتهي بموت الحيوان بما أنه قبل استئصال الكبد كان تحلو الدم لدى الحيوان تابت في قيمة عادية اللي هي 1.1 جرام اللتر وبعد استئصال قد نخافض هذه النسبة بشكل اللي هو ملحوظ إلى أن تصل 0.3 لتر ممكن تصل إلى أن للكبد دور مهم في الحفاظ على تبات تحلو الدم بأن الكبد هي اللي كانت نخلي قيمة تحلو الدم تابتة في 1.1 جرام اللتر اللي هي قيمة عادية فما هو هذا الدور في التجربة الثانية قمنا بإزالة كبد حيوان معين يعني اخذينا واحد الحيوان وحيدنا له الكبد دياله من بعد عرضناها للغسل باستمرار بدنا نغسلو فيها وبدنا نلاحظو جوج ديال الحويج اللون والمضاق في بداية التجربة اللون أو الماء الملون بالأحمر الذي يخرج من الأوريد الفوق كبدية حلو هذا الماء اللي تخرج لنا من الكبد حلو باش نفسروا هذا المضاق هذا بأن الكبد ممكن نقول أنها تحتوي على سكر من بعد في نهاية التجربة الماء الذي يخرجه أصبح عديم اللون يعني ما بقاش الدم كيتواجد في الكبد إضافة إلى أن طعمه كذلك الحلو قد إن عدم باش نفسروا هذا الشي بأن السكر اللي كان في الكبد قد نفض ممكن في اللو الحلو إذن الكبد يحتوي على سكر في النهاية ديالتجربة عديم الطعم إذن السكر المتواجد نفض خلينا هذا الكبد في واحد الواسط في ظروف معيانة لمدة 24 ساعة ورجعنا ثاني الزنها وبدينا كنعود لها عملية الغسل فتوصلنا إلى أن الماء الذي يخرج من الأوريد الفوق الكبدية حلو ونحن قبل 24 ساعة أننا نبقينا كنغسلوه تنغسلوه في الكبد حتى ما بقاش المضاق حلو إلى أن نفض منها السكر ولكن من اللي رجعنا من بعد 24 ساعة وغسلناها ثاني لقناها باللي رجع الماء اللي كي يخرج حلو باش ممكن نفسروا هذا الشي تنك تفسير واحد اللي عندنا هو أن الكبد فيها نوعين من السكر السكر شديد الدوابان السكر اللي من اللي بدينا كنغسلوه المرة اللولى كيدوب وكي يخرج هو المسؤول على أن الماء اللي يخرج في البداية حلو والسكر اللي قليل الدوابان السكر اللي خاصوا الوقت باش يدوب هو اللي يحتاج لربعة وعشرين ساعة عد بده كي يظهر لنا السكر الشديد الدوابان هي السكرية البسيطة والسكر قليل الدوابان هي السكرية المحقدة وكمثال عدنا القليكوجين سنقوم بمعايرة القليكوجين الكابيدي لدى شخصان ألف وباء بعد فترة صيام دامت لمدة ستة أيام وبعد تناول الشخصين لأغذية غنية بالسكريات والنتائج المحصل عليها هي الممتلة في الجدول أمامنا ونقعدنا بالنسبة لشخص ألف في اليوم الأول مقدار غنية الكابيدي لديه يقدر بـ 50.8 جرام على الكيلو جرام وفي اليوم السادس تقدر بـ 6.9 جرام على الكيلو جرام وبالنسبة لشخص باء في اليوم الأول تقدر بـ 40.7 جرام على الكيلو جرام وفي اليوم السادس تقدر بـ 3.8 جرام على الكيلو جرام لقد قررنا هذا النسب ما بين اليوم الأول واليوم السادس تبدأ لنا أنه عند كلا الشخصين مقدار الغنية الكابيدي ينخفض لكي نفسروا هذا الانخفاض عندنا الشخص قلنا في حالة صيام ونسبة الغنية في الكابيدي انخفضت ممكن نقولوا أنه في حالة الصيام هات الشخص يستعمل يستهلك الجليكوجين اللي كان عنده فيه الكابيدي ممكن من اللي كي يستعمله يعني را كيتفرز من الكابيدي يعني را غينقص من الكابيدي بالنسبة للحالة الثانية بعد تناول الشخصين ألف وباء أغدية غنية بالسكريات كنشوفوا النتائج المحصل عليها في اليوم الأول قيمة الجليكوجين تقدر ب84 جرام على الكيلو جرام واليوم الثاني 88 جرام على الكيلو جرام إذا هاد النسبة كترتافع نسبة الجليكوجين بعد تناول الأغدية كترتافع بايش ممكن نفسروا هاد الارتفاع بكون أن هاد الشخص من اللي كيتناول واحد الوجبة غنية بالسكريات كياخد هاد واحد النسبة منها وتيخزنها في الكابيدي ومن هو غن تصلوا إلى ما يلي وكالاستنتاج اللي نتصل لي هو عند ارتفاع نسبة الجليكوز في الدم الداخل إلى الكابيدي تخزن هذه الأخيرة الفائد من الجليكوز على شكل جليكوجين بمعنى أننا عندما نتناول وجبة غنية بالسكريات واحد النسبة كنحتاجوها كنستعملوها كتوزع على مختلف أعضاء الجسم اللي تقوم بالأنشطة ديالها اليومية واحد الجزء كيتخزن في الكابيدي حتى الوقت ما احتاجينه وكتعطيه لنا الكابيدي وانتا كنحتاجوه مثلا في حالة صيام من اللي تنكونوا صايمين ما تندخلوش السكريات الجسم ديالنا منين تجيونا هاد السكريات من السكريات المخزانة في الكابيدي ولفهم هذه الآلية سنستعملو بشكل التالي نقعدنا في المركز كابيدي مرتبطة بوريد بابي كابيدي الذي يعمل على نقل الدم إلى الكابيدي والوريد فوق كابيدي الذي ينقل الدم الخارج من الكابيدي في الحالة الاولى اذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة دور الكابيدي هنا تكون هو التخزين تخزين الفائد من السكر ممكن هاد السكرية البسيطة كيدخلو للكابيدي ويرتبطو فيما بينهم باشي قدلنا سكر معقد وهذا السكر المعقد اللي يتقدع الإنسان هو الجليكوجين بالتالي على مستوى الكابيدي تتم عملية تركيب الجليكوجين ومنه فإن الدم الخارج من الكابيدي سيكون منخفض فيه نسبة السكر مقارنة بالدم الداخل إلى الكابيدي وبالتالي تقولوا أنه عند ارتفاع نسبة الجليكوز في الدم الداخل إلى الكابيدي تخزين هذه الأخيرة الفائد من الجليكوز على شكل جليكوجين وتسمى هذه العملية بالجليكوجينوجيناز جليكوجين نص الأول هو جليكوجين والجناز يعني تكوين أشكاة يعني جليكوجينوجيناز هو تركيب أو تكوين الجليكوجين هذه العملية أننا نربط السكرية البسيطة فيما بينها جليكوجين أما في الحالة الثانية إذا كانت نسبة السكرية في الدم الداخل إلى الكابيدي منخفضة في هذه الحالة سيكون الدور الكابيدي هو تحرير السكريات البسيطة ستعطيها للجسم هنا تكون لدينا السكر المعقد وهو الجليكوجين وهو يتعرض للتفكيك هنا تكون أنزيمات هما المسؤولين على هذه العملية تبدو يفصل لنا ما بين جزيئات الجليكوجين سيجعهم لنا مرة أخرى السكر وبالتالي فإن الدم الخارج من الكابيدي سيكون فيه نسبة السكريات مرتفعة مقارنة بالدم الداخل إلى الكابيدي ممكن نقول أنه عند انخفاض نسبة الجليكوز في الدم الداخل إلى الكابيدي تحول هذه الأخيرة الجليكوجين إلى جليكوز وتسمى هذه العملية بالجليكوجينو ليز دائما النصف الأول من الكلمة هو جليكوجين والنصف الثاني ليز يعني جاي من لا ليزيون كلمة اللي بفرنسية اللي كتعني التفكيك تفكيك الجليكوجين بالتالي يمكن أن نتوصل إلى ما يلي أن الكابيدي يلعب دورين أساسيين في تنظيم تحلون الدم يتمثلان في التخزين والتحرير تخزين الفائد من الجليكوز على شكل جليكوجين وهذه العملية هي اللي اسمينها بالجليكوجينوجينيز أو تحرير الجليكوجين على شكل جليكوز عندما تكون نسبة تحلون الدم منخفضة وهذه العملية تسمى بالجليكوجينويز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر